اشتركوا في القناة قبل ما يجتمع النواب بدي كمينموم توافق بين القتل السياسية على اكتر من مرشح في سبيل انتاج رئيس جمهورية هيدا جهد يلي نعمل بالماضي واللي مازال اليوم عام ينعمل واللي مبارح كلل او اول مبارح الرئيس بري بشوية مواقف يمكن تؤدي الى تقدم العمل على جبهة الرئيس العتيب بالحقيقة المواقف اللي اطلق الرئيس بري من يومين كانت مواقف ايجابية عندما اعلن الى كتلتين نيابيتين انه هو لم يعد متمسكا بالحوار وكان مشكلة الحوار مشكلة كبيرة لانه في طلب مسيحي اساسي ما عم يقبل ان ينزل الى مجلس النواب للحوار وكان عم بطالب بجلسات مفتوحة ومتتالية حتى ننتج رئيس جمهورية وبالتالي رئيس بري تخلى عن هذا القرار عن هذا الطلب وراح الى مطلبت موعد وما شاركت مع كل هالشي القوات ضلت على موقفها وما شاركت ما طلبوا موعد من الرئيس الرئيس بري قام اخذ هذا الموقف لحتى يقرب حاله من القوات اللبنانية وبتصور القوات اللبنانية رح يلاقوه قريبا على هذا الموقف من ميلة تانية هاي معلومات ايه طبعا من ميلة تانية بدي قليك انه الباء الكتل السياسي اصبحت مقتنعة بما قلناه في البداية انه بلبنان لا يصح الا ان ننتقب رئيسا توافقيا يكون قريب من الكل وقادر يوصل صوته للكل ويتفق معه وبنفس الوقت ان يكون لديه هاي دي المقبولية العربية لحتى نقدر نرجع نبني هاي دي الجسور اللي انكسرت واللي اتدمرت بينا وبين المملكة العربية السعودية بينا وبين قطر بينا وبين الامارات لحتى نرجع نكتما بيقولوا باللبنان نجر اجرن على لبنان لحتى نقدر نستفيد منهم باعادة بناء هذه الدولة موجودة الشخصية اللي ممكن يتفقوا علي كل الاحساب حلوة السؤال هي دايما بدك تشتغلي يوم اذا اكسار فيه اناعة عند الكل انه لازم نروح رئيس توافق لازم نحنا كلنا فيما بيننا ككتل سياسي نجتمع ونتشاور ونتحاور على اسماء نتقاطع عليها مضرور نتقاطع من اول مرة على اسم واحد بس اكيد في اسماء الكتير حيقلك انه ما عندي مانع فيه اللي ما عندي مانع فيه كل اياتنا نتفضل نحطه بالبوكالي اللي بنا ننزل فيه على مجلس النواب وهيك بصير في انتخاب رئيس جمهوري للبنان معروف بس انه لبنان دايما مرهون للخارج اليوم في موقف امريكي نقلا على المسؤولين امريكيين بقولوا انه رح يستغلوا ضعف في الحزب لانتخاب رئيس جديد يعني بعيد عن الحزب هاي اشارة هاي اشارة لانه ضوء الأخطر للانتخاب رئيس جديد شوف بدي الافتنظر كل اللبنانيين ونظر حضرتك لهذا الموضوع اول شي اللبنانيين بفضلوا حدا يجي عم بحكي على الكتل السياسي بفضلوا حدا يجي من الخارج وخليهم يتوافقوا على موضوع ما مع انه هني بيكون عندهم الادرة انه يتوافقوا عليه هذا الموضوع بحبوا ما يبيعوه بالداخل بحبوا يبيعوه بالخارج لما للخارج على لبنان او لما يطمحوا ان يقدمه الخارج للبنان وانا هاي الفكرة اصبحت من المؤتنافية اصبحت اوكي بوافق عليها من هون كانت في دور من فترة لأخوة القطريين أخوة القطريين فترة من فترة اجوا عملوا عملوا تور هون بلبنان وبرموا كل هالكتل السياسية وعملوا هيدا التصنداج اللي نحنا عم نحكي عنه ووصلوا لأسمان ثلاثة الاسمان ثلاثة الموجودين بعضهم موجودين بالساحة الانتخابية ما نطلعوا محترقوا وبالتالي بنا نبني على اللي قام في اللي قام القطريين ونروح مجلس النواب ونخوض هذه الانتخابات أما إذا الكتل السياسية اللبنانية بدأت تشتغل نفس الشغل نحنا حاضرين كمان كتلة سياسية نلتقي فيما بيننا نانتنام من كل كتلة بلقاء مجلس النواب عند أي حالة سياسية ونتفق على اسم ونروح فيه على المجلس النواب عندك يوم الأسماء الأسماء اللي اشتغلوا عليهم بالماضي كل العالم حكيت فيهم كان أكيد كان قائد الجيش أحد الأسماء وكان اللواء بيساري اسم مطروح وكان كمان نعمة إفرام اسم مطروح وبعض الأسماء التانية كمان التوافقية بس كانت تركية على ثلاثة على أول تخبنا رئيس كمان بتصير مشكلة رئيس الحكومة رئاس الحكومة والحقائق وتوزيعها والبيان الوزاري كيف حكومة لأنه نخطينا الخطوة الأساسية والأولى اللي هي هلأ موقف البلد كله اليوم انتخاب رئيس جمهورية هو الخطوة الأولى على طريق إعادة بناء الدولة اليوم رئيس الجمهورية جاء من بعد تلقائيا هون ما في عوائق أمام تسمية رئيس حكومة مكثم في رئيس جمهورية أخرى أسبوع أو أشتئين من بعد بدنا نروح تلقائيا على تسمية رئيس حكومة السنة كلهم متفقين على اسم ولا كمان عندهم السنة بس لا يجتمعوا إلا ما يتفقوا بس كل في كتير طموحات مثل عند الأخوة الموارنة كمان هن دايما كل حدا بحب يعمل رئيس جمهورية وهذا طموح مشروع كمان عند السنة في شخصيات كتير حب تعمل رئيس حكومي بس هذا ما بيمنع ما بيمنع لأنه هذا التنافس ديمقراطي بالنهاية الكتر السياسية بتروح بتسمي عن فخامة الرئيس آخر شي بتطلع بشوف مين اخذ أكبر عدد من أكبر عدد من الأصوات بيقول أنا أسمي فلان لأنه سموا الكتر السياسية يعني مننا مشكلة كبيرة المشكلة تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة بالعادة أنت بذكرها أنه احنا قدنا وحكينا كتير بالماضي عنه تشكيل الحكومة عن تاخد سنة أو أوقات وثمانة شهر لأنه كان ما في توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم بدنا نلحظ بالتوافق القادم أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عم يشتغلوا عن نفس الخط وليسوا أعداء بالسياسة بدوا يكونوا من خط واحد من منهج واحد منهج الأساسي هو أناعتهم بضرورة بناء الدولة والخروج عن المسارات السابقة اللي كانت عم تاخد البلد إلى الدمار هذا الشيء هلأ متوفر بدوا يتوفر ما بيصير زي ما توفر كلنا رايحين على جهنم وبالتالي علينا أن نتوافق وعلينا أن نسمي رئيس حكومة يتوافق مع فكر ومنهج رئيس الجمهورية القادمة البين الوزارة كيف رح يكون بعد كل ما يحصل يعني اليوم حزب الله ليس كما مثل قبل يعني ضعيف كما مثل ما عم بيوصفو وبحالة حرب وحتى مفوض الرئيس بري يعني يحكي باسمه وموضوع رئيس الجمهورية فكيف بدوا يكون البيان الوزارة اليوم هلا أول شيخ ننتخب رئيس جمهورية ومن بعد نسمي رئيس حكومة والبيان الوزارة أنا بدي قلك شغلي البيان الوزارة دايما ما كان ينعمل بالطريقة الزائدة اللي عم تدار فيها البلاد يعني بطريقة المحاصصة السياسية كل فريق بدوا يمرأ شي بهالبيان الوزارة شعب وجيش المقاومة شعب وجيش المقاومة كان الحزب الله هم القوة الأكبر في لبنان وهن كانوا مسيطرين على مفاصل الدولي كانوا عم يفترضوا شروطهم اليوم ما بقى في حدنا كبير اليوم نحنا كلنا صغار وكلنا بدنا نشتغل لحتى نعيد لبنان كبير وليس طرف من الأطراف وبالتالي هذا البيان الوزارة لازم يصاغ بناءا لمصلحة لبنان وليس بناءا لمصلحة شخصية لبنانية أو حزب لبناني أو محور محور إقليمي لازم نعمله هذا البيان بما يتناسب مع مصلحة الشعب اللبناني ودولة لبنان بس اليوم حزب الله برأيه هو منه صغير وعم بحق انتصارات وعنده شمهور كتير كبير داعم لأله يعني بعده موجود حزب الله أول شيء بقالك حزب الله هو حزب عسكري أمني سياسي لبناني على أي مستوى بدي كتئيسي قوة حزب الله على المستوى الأمني والتنظيمي أصيب حزب الله بضربة كبيرة بضربة بدءا من 8 أكتوبر عندما دخل حزب الله في هذه الحرب وأعلن مساندته أو جبهة الإسناد إلى غزة هون أصيب حزب الله لأنه قيدوه بستاتيكو معين كرمة لعين العين لعين إيران لأنه إيران طلبت من حزب الله بهذه اللحظة أن لا يدخل هذه الحرب حزب الله بشخص رئيسه أو أمينه العام أخذ الأرار مونفرة؟ أخذ الأرار طلب من إيران أنه هو ما بيقدر يطلع عن كلمة آلة باجتماع في لبنان جمعوا وقيادة حماس وقيادة الحوسي وقيادة الحشد العراقي واتفقوا على المبدأ ألا وهو وحدة الساحات ما فيني أنا بأول مفرق أطلع من هذا الكلام وهذا بدل على شخصية الأمين العام أنه كان يحترم أقواله ويمكن أفعاله ما تعجب الكن بس كان هو أقواله ويحترمه وبالتالي طلب من إيران أن يساند غزة بالميليموم فاخترع فكرة الإسناد ضمن ستاتيكو الخمسة عشرة كيلومتر بس هيدا الفكرة كانت مؤذية جدا لحزب الله لأنه الإسرائيل ظلت تضربه على مدار ثمانة شهر أو تسعة شهر بالطريقة اللي هي بتحبه بأرجحيته التكنولوجي قدرت توصل إلى قياداته وعناصره وكوادره بكل مكان في لبنان هو ما عم يقدر يرد لأنه ملتزم بس تاتيكو الراكب هذا أجزة حزب الله كتير خمسمائة ضحية من عناصر وكوادر حزب الله سأتوا قبل ما تبلش الحرب من بعدها اغتاله فؤاد شكر فؤاد شكر هو رئيس أركان الجيش حزب الله كان من المفروض أن يرد حزب الله بالقوة ذاته وبنفس وبما يتناسب مع حجم هذه الشخصية حزب الله كمان قال أنه ما بدي أضرب لأنه هذه الضربة لحتى يخذ إيران على حرب على حرب شاملة بالمنطقة وهو كان عطلين هم إيران لأنه عطى كلمة لسيد خامنئي أنه أنا لن أخذ إيران لا بالعلن لن أخذ إيران لا تجزعوا لن أجركم إلى حرب شاملة تحمل هو كمان وسكت على موضوع فؤاد شكر شو عمل الإسرائيلي إسرائيلي صار مرتاح عم يضرب وين ما بده وبالقوة ذاتها استغلوا ما بده الحال واللاسلكة وضرب الجهاز الأمن الجهاز الأمن لحزب الله في كل لبنان وضرب الجهاز تاني يوم باللاسلكة الجهاز اللوجستي والتنظيمي لحزب الله إذا عم تلاحظي اليوم النزوح الكبير في كل المناطق ويمكن بك تحكي عنه بعد شوية بديك تتأكد أنه ما في جهاز تنظيمي عند حزب الله لأنه كله تضرر بهذه الضربة ومن بعدها اجت ضربة القيادات الكبيرة وحدة الرضوان ومن بعدها اغذيال الأمين العام أكيد حزب الله على المستوى الأمن والسياسي أصبح متضررا بس على المستوى العسكري بعد حزب الله يواجه إسرائيل في الجنوب بعده قادر أن يصمد في مواجهة الآلة العسكرية قوية لإسرائيل على محاور الجنوب هذا الشيء أنا يعني بريده لأنه لا أريد أن أستبدل حزب الله بحاكم عسكري إسرائيلي أنا كمان بدي حزب الله أن يصمد في مواجهة إسرائيل حتى نستطيع أن نستلخص أو نستخلص بالحقيقة سألين اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل ونحن بالقوة ذاتها مسألة بتوافق على انفراد وتفرد حزب الله بالقرار قرار الدولة وأنه يجر لبنان على حرب بلا موافقة أو بلا ما يرجع لمجلس الوزراء أو للحكومة أو أنا بالحقيقة كان موقفة واضح وقلت بمجلس النواب نحن اليوم أخلاقيا وإنسانيا كنا مع إسناد حزب الله لغزة لما رأينا من أهوال ودمار وعدوان على مدنيين فلسطينيين عزة وقلنا أنه نحن هذه قضيتنا الكبرى ونحن مضطرين أن لا نقف في وجه حزب الله أما في السياسة أن نكون واضحين فلا يحق لحزب الله أن يأخذ قرار الدولة ويذهب إلى حرب دون موافقة أركانة هذا أمر واضح في حساسية حساسية قضية فلسطين هي اللي كبلت هذه الطائفة كلها وكبلت كل عناصرها وقياداتها بالحقيقة وإلا لو تكون قضية غير قضية فلسطين أكيد كنا كنا بالمطلق ضد قرار حزب الله بالدخول إلى الحرب بس اليوم في قضية فلسطين بدأ وهيدي بدأ غدغ مشاعر كل السنة تابع معك أستاذ نبيل كان ضيفة المحلل السياسي ووجدي عم بيقول أنه إذا هديت الساحة أو ساحة المعركة بعد وصول وسيلة خرجية يعني في رسالة من الإيراني بتهدئة الأوضاع برأيك حزب الله اليوم بالوضع اللي وصله رح يستمع لهيك الرسالة رح يوقف مقابل هالهجوم البربري اللي عم بيحصل من الجانب الإسماعيلي من الأساس حزب الله بيسمع لرسائل المرشد الأعلى للثورة بإيران بيسمع وبينفذ رغم أنه أنا مقتنع تماماً أنه عنده مارج حركي بيقدر يتحرك من دون وبجرّ بيأنع ويغير برأي الإيراني لأنه أنا شهدت بقصة ما من خلال المفاوض عربي أعرفت أنه الحزب الله عندهم هذا المارج الحركي يعني ما بيجيون الأمر عمول بس بيقول لهم فيكم تعملوا هاي وبيناء شون ويدي ميزة عند الإيراني اللي بدألك إنه كثير ما بيتفقوا معك به الفكرة بقلهم آخر شي حزب الله بده يراعي مشاعر ومصالح إيران أنا مقتنع تماماً بس عم قللك بضل عنده مارج الحركة مارج بده آخر شي إذا فيه شي لا يتماشى مع مصالح حزب الله الداخلية بجرّ بيأخذ ويعطي فيها وآخر شي إذا أمر بيعمل قال له سوريا طلع على سوريا ما 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 أخذ وعطا جرّب طلع حكاية هون قال له لا بغتروح راح يعني آخر شي بسوى عنده عنده آخر شي الجرأة والإدراء على أنه يفاوض ويناقش مع الإيراني هلا بموضوع لبنان يعني ما برأي حزب الله بهذه القوة اللي يرفض فيها اليوم آآ أي حلول أو أي وساطة لوقف إطلاق النار أو حتى على حساب أنه ينقل أنه هزم واستسلم وما رح يقول دايما من حد تموز لسبعة أيار لليوم كانت تقول أنه دايما نحن منتصرين بس أنا أقول لك أنه من الأفضل اليوم أن تقف هذا يقف هذا العدوان وأن لا يكون حزب الله مهزوما هذا كمان لمصلحة لبنان بهذه اللحظة أن يبقى حزب الله ممسكا ببعض الأوراق لأنه هاي الأوراق ستعود إلى الدولة في المستقبل أو بعد انتهاء الحرب مباشرة هناك هناك لقاء يجب أن يحصل مع كوادر حزب الله والمسؤولين السياسيين الجداد هم والكتل السياسية اللبنانية بغطاء عربي دولي لحتى نتفق على بلورة صيغة جديدة أو خطة أو سياسية دفاعية أو خطة دفاعية أو استراتيجية دفاعية مثل ما بدنا نسميها لأنه لا يمكن نحن ما بقى نقدر نحمل ولا حتى الشيعة في لبنان ولا حتى كل اللبنانيين بيحملوا كل سنتين ثلاثة أزمة بهذا الحجم هيدا اللي عم بصير ما بقى لازم يصير لحتى أشرح بطريقة يعني كتير مقتضبة ليش أول شي سلاح حزب الله شو الهدف منه سلاح حزب الله مقاومة الهدف منه ردع إسرائيل عن العدوان سلاح الردع اسمه منحطه لنخوف الإسرائيلي إذا عملت منرد عليك كنا موافقين هذا لم يواجه إلى الداخل نحن كنا موافقين يا خي وأبلانين بهذا 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 النظرية رغم أن نحن مع الدولة أن يقوم أن يقوم حزب الله مقام الدولي هو أمر غير مقبول بس كنا أبلانين غصبا عننا خي بأن حزب الله هو يمسك بهذا التلاح طيب أمسك بهذا السلاح هل هذا السلاح ردع إسرائيل لا خوف على إسرائيل ما فاتت علينا ما ضربتنا أكيد لا إسرائيل طربت ودمرت وهدمت ولم يعد هذا السلاح رادي عنه يلي ردع إسرائيل بالحقيقة هو هاي العناصر الموجودة على الحدود هذا الشباب الطيب يلي عم بدافع عن حدود لبنان تجاه عدو غاصب هذا هذا بدنا نحتضله نحن هذه العناصر الموجودة إنكودرة ضمن إطار كتيبة لواء للجيش اللبناني بطريقة أو بأخرى لحماية حدود لبنان هاي دي بنا نحفظها أما سلاح استراتيجي أثبت أنه لأنه ما عندنا نقدر نضربه ما قدر نضربناه بالديك الحقيقة شو ضربنانا هنا ع إسرائيل كم صاروخ هو الصواريخ اللي شفناه هون وعماد ومادري شو ما شفتنا صواريخ كاتيو عشرز عادية عم تطلع مين مكان بضربه أنا أنا زعندي هون بدر نضرب كل بساطة سلاح استراتيجي النوعي ما شفناه وإنتا منشوفه سقط فؤاد شكر وصقط الأمين العام وقالله يستر مين سقط مبارح وبعدنا ما شفناه هذا السلاح نشوف مهم خلق مين مخبينه وبالتالي هذا السلاح لم يعد راديعا الذي يردع بجعب قليك هو هاي العناصر اللي يرسع لها القطبعة واللد الدافع عن جنوب لبنان برأيك يجب تسليم سلاحه حزب الله يجب أن يسلم يجب أن يكودر هذا هذه العناصر العسكرية الموجودة في جنوب لبنان داخل إطار مؤسسة عسكرية شرعية هاي جيش اللبناني نعيته عندما استشد للسيد حسن نصر الله رئيس سعد الحريري كمان نعى ببيان وجداني وهجم من قبل كثيرين يعني يعتبروا أنه اللي يتهم حزب الله بقتل الرئيس الشهيد يعتبروا أنه عم بيبيع دم والده وأنه زيدة بالوجدانيات بهذا الموضوع أنت شو رأيك بالموضوع أنا رح أقول كلمة حتزعل حدا وتبسط كتير أنا لم أكن عاشقا للسيد حسن نصر الله لكنني بالحقيقة لا أستطيع إلا أن أقف احتراما لسقوطه دفاعا عن قضية أنا أؤمن فيها وهي قضية فلسطين الله بيحبه أنه راح لفدى هذه القضية ولم ير وما سقط على على أرض سوريا أو على محور اليمن أو على محور الخليج أو حتى محور العراق سقط وهو يدافع عن قضية شريفة أنا أنا بصفتي لبناني بيروت سني أعتبرها أسمى القضايا يعني مش مع اللي هاجموا الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع هلا الوجدانيات حلوي بس أنه الواحد ما يزايد يعني ما يبالغ أو ما يبالغ أو ما يزيد كثير من الوجدانيات لما يكون هو بغير محل طب اليوم في كتير بيستفق دول الرئيس سعد الحريري على الساحة السنية تحديدا بغياب زعيم سني لأنه حتى القيادات إن كان المسيحية أو شي بيلولك ما عمي بدنا نحكي عن السنة للأسف بحاجة هيدا المرحلة للرئيس سعد الحريري يعني نوعا ما يجمع هالطايفة السنية لا شك سعد الحريري كان زعامي سنية امتدت على كل أراضي اللبنانية كان الوجوده الفاعل والحازم بس اليوم البلد كمان بحاجة لشخصيات تقدر تستفيد من زعمتها بخدمة طاقفتها وبخدمة مجتمعها وبخدمة السياسي في لبنان بدنا هيك شخصيات إذا سعد الحريري أو الرئيس سعد الحريري أو الزعيم بيقدر يعمل هيدا الشي فأهلا وصهلا لبنان محتاج والله التجربة السابقة لم يكن مشجعة حتى نكون دقيقين ومن مثل ما نحكي بصراحة أنت عودتنا على الصراحة المرحلة السابقة مكن بهيد يعني ما قدر عمل هالأشياء بس يمكن يكون اليوم قدر عمل وهو عنده جمهوره وليزم يجي ويرعى هذا الجمهور الكبير ويهتم فيه وليوم أنا برأي جمهوره تفرق لأنه ما في حالة عم تقدر تسعى في خدمة هذه الكوادر والعناصر اللي هي كانت بتايير المستقبل ليش طايفم السنين مؤسرة بحالة يعني ليش ما بيكون في بديل إذا هو نص صعب سعد الحريري لأنك هو إجا بديل غئيس سعد الحريري كلمة محافظة الألقاب حتى ما حدا يفهم غلط فهد الحريري إجا لأنه ورتع عن الوالد نص صعب جدا أن يأتي زعيم هكي فجأة ويقول أنا زعيم هذه الطائفة يا بدي زعامة بيت سياسي يا أما أبدي يكون شخصية على ثلاث مركز في الدولة اللبنانية ومن بعد استفادت من هالمركز مثل الرئيس عون عمل قائد جيش من بعد رئيس حكومة مؤقتة وجمع بأفكاره كل هالجمهور وقدر من خلاله عمل عمل أنه عمل رئيس جمهورية معقول أنك بالطايفة كلها مش معقول فيه شخصيات بس مين بده ينصبها زعيم بده ينصبها جمهورة هذا الجمهور كيف بده ينصبك إذا أنت ما شافك إلا ما شافك على التلفزيون بس ما أبي ما تقدر تقدمي له شي ما عم بتغير بالمعادلة ما قادر ما وصلت على السلطة التنفيذية ما قدرت خدمت كيف بده يقول أنه هذا مشروع زعيم عم بحكي عمطلق أي سياسي لبناني سنة زعامة ما بتجي زعامة بده جهد وتبع وتعب وتراكم أعمال حتى من بعد يجي الناس تزعمه مش هو بيسعى لأبو أنا بدي أعمل زعيم اليوم بيصحى بكرة بشرب نس كافي يعني إذا رئيس سعد الحريري منو راجع ما فيه هلأ بديل موجود بزا كمان حتى أعطيك تاني اليوم رئيس سعد الحريري كان فيه يعمل زعيم لو المملكة العربية السعودية لا كان صعب زعيم لحاله أكيد سوريا كانت وراء سوريا فتحت له كل شي للرئيس رئيس بري ومن بعد أكيد بحنكته دهاءه قدر عمل الإمبراطوري السياسي دائما ما بيكون في طرف خارج يعمل يدعم اليوم شخص بدك تشوف بيخ 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 شخصيات سياسية لابنانية موجودة ويمكن فينا نبني عليها بس بدأ تظهر بدنا زهرة وهي بدأ تظهر حالة بأعمالها وأعمالها اللي بتنشاف يعني بتقدر من خلالها أن تدخل إلى قلوب وعقول كل جمهور هذه الطائفة بدأ شوية وقت هو مش ملكية يعني مات الملك عاش الملك نحن هون السياسي إنه بمعنى دولة برلمانية بدأ شوية وقت لتقنع الناس بصوابية قرارة هي طائفة سونية بحضتها كمان شوية صعبة لأنه ما بتطبع كتير يعني الزعيم طبعا صحيح يمكن تقلب كمان حتى على الزعيم إذا حست أنه الوعود اللي وعد فيها ليش لأليك لأنه ما في أيديولوجيا دينية هي اللي عم بتنظم عمل هذه الطائفة ومؤسساتها نحن نعم نشتغل سياسة بكل بساطة عند الأخوة الشيعة لا في أيديولوجيا دينية في عقيدة يتبعوها وبالتالي نصعب أن تتفكك بنحول الزعامة أو الأمين العام أو حتى الرئيس بري بده 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 كتير وقت وبده حدث ضخم كتير مثل اللي عم بصير هلأ بلوبنان بس بالسنة دائما السنة بيعجبون اليوم يمكن يزعلهم بكرة بيكرهوه بصوت ولا غيره يعني بتصير بس إنه هايدي طائفتنا وبدنا نحملها مثل ما هي وبدي أقولك أكتر هاي الطائفة دائما ما تحب أن تكون هي المفصل الأساسي بعمل الدولة وبالتالي نحن نتوجه كلنا كسياسيين من هذه الطائفة إلى إعادة بناء الدولة وإعادة هيكلة مراكزها وإداراتها لحتى نشوف حالنا فيها لأنه دائما السنة أو اللبناني بشكل عام بيشوف حاله بالدولة اللي هو بناها هيدا اللي بدأت أعملوا هاي القيادات اللون في نسحين كتير من الطائفة الشعية ببيروت أنت شخص بيشتغل كمان بالحقل الرياضي وعلى الأرض والاجتماعي استقبلتوا النسحين بدي أحكي شوي هلأ عن اللي بنعمل نحن أكيد أجو النسحين هلأ المشكلة إنه أجو كلهم ضربة وحدة يعني النسحين نزحوا بفرد مرة بهذا العدد مليون تقريبا مليون 200 ألف وإذن معظم إلى بيروت من البداية 400 500 ألف دخلوا بيروت من نهارين ثلاثة يعني من الصعب على أي إدارة أنه تستقبلهم أحكي إدارة على المستوى اللبناني على حجم لبنان لبنان كله هلأ ثلاثة أربعة أحكي بشكل لوجست كيف تقبل أهالي مثلا طريقة جديدة كثير كثير كل بيرت طريق جديدة جزء من بيروت كل بيروت تقبلوا هذا النازح بقلب وصدور مفتوحة ونحن على المستوى الشخصي أنا عندي أربع مدارس ببيروت أربع مدارس ببيروت نحن من نؤمن كل مستلزمات الحياة لساكن للموجودين فيها أربع مدارس لحاله بدر فونديشن يقوم بكل شي كل مستلزمات من بداية النزوح أول ناس حضرنا كل شي الفرش والبردات غسالات الأشياء اللي بيستعملوها الناس حين من بعدها كل يوم ثلاث واجبات يومية غير الرعاية الطبية والرعاية التربوية اللي عم نقدمها لهؤل المدارس من بعدها أصبحت كثيرا من المدارس بعض امتلت طرينا نشير جزء منهم إلى عرامون كمان بعثنا على اليونيفرسل وبعثنا للناس حين عم نعمل جهدنا عم نعمل جهدنا الحمد لله أنا بيقلك عم نعمل أكتر من طاقتنا أتمنى أن لا تطول هذه المشكلة لأنه حماس الناس على الدعم أنا عم شوف بعض ما بدي سمي أسماء لأنه يمكن يزعلوا بس أنه بينيس عندهم حماس كبير على دعم هيد الحركة حركة النزوح وعم بيقدموها بس ما بعرف فديانا قداب ضلهم متحمسين وإذا هذا كله مخلف كمان طبعا ما هيقلك أنا أنه أنا أنا أن أتكلف كل يوم 13 14 ألف دودار على بس على الأكل طبع الناس حين طب من أقل أمتين مضلوا إذا حيضلوا شهر يخي بحملهم بس بعدين كيف أدي أعمل كل الناس لو خلصت الحرب هل تهدمت بيوتهم كيف بيطل كيف يرجعوا هيدا المشكلة الكبيرة اللي ليه أنا عم بحكي لك على تنظيم حزب الله حزب الله بالماضي كان محضر كل شي حتى العودة العودة إلى إلى الضاحي أو إلى المناطق اللي انضربت صارت بشكل سريع وتأمن لكل هالناس بتذكر بيوت بديلة إلى حين استلام مفاتيح من نزلهم جديدة هلأ مين بدوا يعملها بدأت أعملها الدولة ما الدولة ما عندها بكل ميزانيتها ثلاثة أربع مليار شو بدأت أعمل خمسين مليون كنا ندخلنا عليهم يلي هن كانوا الزيادة على الموازنة هلأ شو عم نعمل هلأ ناطرين بس نحن المساعدات أنتجينا من المملكة ومن دولة الإمارات هل ميتين مليون فيه ميتين وعشرين مليون أجونا من منظمات دولية موجودين هلأ بس أكيد هذا هذا النزوح مليون وميتين ألف مكلف جدا وراح يوصلنا لمشكلة كبيرة بين النازح والنازح قبل بين النازح والبيئة المستضيفة النازح والنازح كمان أنا نازح خي جيد قعدت بمدرسة أنا معوض قعد ببيتي بجنوب وعند جنيني وعند أصدقاء نفسيا ستأثر بعد شوية وقت هلأ هلأ عم بحمل بس بعد شوية وقت ما هيقدر أحمل دي أنا أحس حالي مخنوق والمستضيف كمان ما في شك أن دولا أجو قعدوا الجماعة غصبا عنهم ببيروت ونحن نستقبل لهم وأهلا وسهلا فيهم هن أهلنا وأهل البيت بس بدي أليك أنه كمان بدي بلش يتدايق البيئة الحاضنة أو المستضيفة إذا كان إجا واحد لعندك على البيت ما تقعدوا عنكم جمعة حتقلوا لهم أهلا وسهلا بعد جمعة تاني ثلاثة حتقلوا لهم أمتى حيروحوا من الطبيعي بس لهذه اللحظة بيروت متفهمة وبيروت هذه التجربة الوطنية اللي موجود فيها من كل الطوائف وهذه التجربة اللي ناجحة بعتبرها لأنه بيروت فيها كل أطياف المجتمع اللبناني بكل كياناته الطائفية والاجتماعية يعني الفقير والغني والوسط والمسيحي والمسلم والدرزي والشيعي والكل كلهم موجودين في بيروت وكلهم عم بيشتغلوا سواء بخدمة هذا النازح تتخوفوا من فتنة بالشارع حلو هذا السؤال نحن بالبداية كنا فعلا خايفين من هذه المشاكل اللي قد تقودنا إلى فتنة مثل ما تتفضلي بس صراحة في وعي في وعي عند أهل العاصمة واحد في وعي عند رئيس بري بدي أعطيه حقه أنا اليوم ما أنه أنا مكتر صحي رئيس بري حتى ما تفكروا أنه أنا مجر بس أنا فعلا بدي أعطي حقه رئيس بري اليوم قدم نموذج للرجل المسؤول لأنه ما سمح عندما كان يطلب منه أنه في بناية خاصة دخل عليها بعض الناس حين بصورة فردية كنا نحن نحاول إذا لأينا مشاكل معهم كنا نحكي مع مديرية المخابرات اللي عم تشتغل شغل يعني حصلت تعديات على أمليك أكيد حصلت على أكيد أكيد حصلت وأكيد كلها التعديات فضت وعادت الحقوق إلى أصحابه وإذا في حدا عنده مشكلة بمكان ما رأم تليفوني موجود يعني ما في هلأ أولى مبنى ببيروت محتل إذا فينا هلأ يمكن يكون فيه أنا ما عندي خبره بس أنا عم يقولك كل شي وصلنا خبره تواصلنا مع مديرية المخابرات ومع حزب الله وحركة أمل وساعدونا على إخلاقه مدير المخابرات مدير المخابرات مدير مخابرات بيروت شتغلوا شغل كبير كتير الصور عم نمنعهم يعني عم يمنعوهم حتى الصور شوي اللي هي بتعمل حساسية عم تنشال مش بس التعديات كتير شغل منيح وأنا برأيي مسؤولية الرئيس بر كبيرة به هالأتجاه وعم بقوم فيها كاملة لأنه أول يومين كمان كان فيه من النزوح كان فيه مطويات عم تحامل أعلام حسبنا عم بتجول بشوارع بيروت صار بيننا وبينهم حساسيات وأننا الشباب ما بصير هلأ نحنا هون بحالة حرب هيدا الأعلام والخبرات مقلة عازي ما بتقدم ولا بتأخر لح يزيد حبك لأنا ولا نحن حنزعل من نت بقى بنحنا البدنية جاوبوا معطل هي كتير جاوبوا إن كان مسؤولين الحزب والمخابرات ساعدونا أو مسؤولين حركة أمل وكمان برجع بلك قيادة الجيش كمان آمت بدورة كامل الصورة السلسية اللي جامعة رئيس رؤساء أو رئيسين بره وميقاتي ووليد جنبلاط استفزت بعض المسيحيين برأيك كان في تغييب للمكون المسيحي بهالاجتماع هني عندهم حجج يعني هني عندهم حجتهم موجودة بس أنا بدي أتخيل السيناريو اللي صارت على أساسها أنا أنا بدي أتخيله السيناريو اللي صار على أساسها حأتخيله مع أنه هيدا معلومة كيف صارت هاي الخبرية لصارت أنه الرئيس ميقاتي بده يزور الرئيس بره وبده يزور وليد بيك بيحكي وليد بيك للرئيس ميقاتي بيقل له كيف بدنا نلتقى بيقوم بيقل له أنا راي عند الرئيس بره بركبت لنا مركبة هونيك القاعدة هي ما كانت قاعدة مركبة وأنه أجنع حتى الطائفة الإسلامية كلها ومزاهبة موجودين عند الرئيس بره لا صارت صدفة وراح لونيك هلأ الفكرة وين لح أشرح لك الرئيس ميقاتي قبل بأسبوع ذهب إلى وين إلى نيويورك لحتى بعد ما أنا الرئيس بره يروح ومكان يلأ لكن أنا قاله روح ما تعمل هون ونجيب لازم تروح بسرعة لأنه شغل هونيك هو أنا مغطاق راح الرئيس ميقاتي إلى نيويورك أكيد أخضر من الحزب على أساس الرئيس بره بالدوال الأخضر لما راح الرئيس ميقاتي إلى إلى نيويورك لتوقيع النداء اللي هو اتفاق تقريبا النداء اللي قام فيه الرئيس بايدن والرئيس ماكرون على بما يتأول جي سفن بما يتعلق بالأزمة اللبنانية الإسرائيلية إجرى الرئيس ميقاتي عشان أنه هو مقول بالتوقيع بس الرئيس ميقاتي ما تستهون فيه كانت مفاوضات قوية اختلوا الأمين العام لا 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 كان بعده بنيويورك بعده ما إجرى هو آخر نهار إجرى يعني قبل بعد ما صارت هاي الأزمة كان بعده على قيد الحياة الأمين العام شو صار الرئيس ميقاتي تعرفي حسيب يحسب شو عمل بطريقة أو بأخرى سرب إلى الإعلام أن الرئيس ميقاتي وقع اتفاقية اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسيط الأمريكاني اتفاقية وقف إطلاق النار نحن موافقين على ألف وسبعمائة واحد وعلى فصل أو وعلى هدن على هدن 21 يوم كان مكتوب بالعقد بين 15 و30 تفقوا على 21 يوم هون تغيرت ألوان الجميع فجأة بلبنان وكأنهم هن لم يكن لديهم علم بموضوع الاتفاق وأرادوا يحملوها للرئيس ميقاتي انتبهت وكأن الرئيس بري لم أأخذ من حزب الله لأن حزب الله لم يكن لديهم يحملو هذه الخبرية كم بدوا يكبوها على الرئيس ميقاتي أم الرئيس ميقاتي طلع بيان بعد 10 آية قال أنا لم أوقع وهي تسريبات إعلامية سحب الموضوع وحمل حاله ورده يرجع لما رجع لهون ارتقى الرئيس بري قال الرئيس بري خلنا نتفق كيف نلاقي الصيغة قال له السيئة الأمثل أن نمشي بسوطة عشترافر واحد ما في حال ثاني شو صار طلع الرئيس ميقاتي لا يتلو البيان أنا برأي رئيس ميقاتي هو اللي طلب من الرئيس بري وقف حده حتى يسبت وليد جنبلات باعتباره شهد موجود بالجلسة أن الرئيس ميقاتي أخذ موافقة وضمانة وغطاء من المكون الشيعي والدرزة على توقيع السبطة عشترافر واحد لا هذا السيناريو اللي أنا بتخيله اللي صار وهذا هذا اللي صار بس أنا خليني أتخيله بس هو موقع لا هو هونيك موقع بس لما رجعنا لهون أن عملت هيدا التركيبة لا يطلع يصرح بتمه وهو ممثل الدولة بده ضم بده ضمانة بده غطاء أخذ الغطاء من الرئيس بري ووقف حده الرئيس بري لحتى يؤكد أنه أخذها أخذ ما يصير معه مثل مصار معه في نيونيورك فهيدي هي حكاية القصة طبعا اللي أخذوها أنه لا لا مناقصة إسلام وعم عم يشتغلوا بسايد يعني من دون المسيحيين طب رأيك اليوم الرئيس بري هو اللي رح يفاوض على وقف إطلاق النار الكل بيعرف وحتى المبعوثون أو المبعوثين الأجانب والعرب أنه الرئيس بري هو اللي عم يفاوض عن لبنان و هلا هيدا الشغلة يفتقنين سينجح بس هلا أصبح يملك القرار وأنا برأي الرئيس بري اليوم بيعرف كثير مني أنه مصلحتنا اليوم أن لا تنهار لا مقاومة حزب الله بجنوب ولا تنهار مؤسسات الدولة ويبين الفضائح مشان هيك نحن لازم بسرعة نسعى إلى إنتاج وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن هيدا أملنا الوحيد أن نحافظ على كينا وبنفس الوقت على الرئيس بري أن يسعى إلى إنتاج رئيس جمهوري لأنه هو الضمانة وهو المفاوض الأساسي عن لبنان هو الضمانة للي بقاء الكيان رئيس الجمهورية وشان هيك ما نقول أن الرئيس بري وبعض دقاء مع الكتل السياسية يلي أحد الكتل نحن حليفتنا نطلع قال بكل حرف الواحد أنه هو مستعد أن ينتخب رئيس الجمهورية دون الذهاب إلى الحوار خلينا نروح وهو قال الحكي هل يطلعوا يقولوا برا هني ما قال لهم يا لا يقولوا بس قال لهم أقولوا أنه أنا قالت هيك طلعوا هني قالوا أنه هو قال هيك وبالتالي هو عم بيخفف عن نفسه ضغط الخارج عليه اليوم أصبحنا في حاجة ميسي جدا إلى إنتاج هذا الرئيس بس أنتو نواب كمان عليكم مسؤولية أن تضغطوا بهذا الاتجاه أنتو عندكم اسم معين طرحتوا نحن موافقين نحن موافقين على الصيغة من الأساس هاي صيغتنا نحن هادي الرئيس التوافق هي لبنان الجديد هي هادي هي الكلمة أنتو والكتل الحليفة عندكم اسم عندنا أسماء إحنا إذا نحط اسم هلا يمكن ما نتقطع فيه مع كل الكتل السياسي ما نحط أسماء عندنا ثلاث أسماء سميتلك ياهن أنا مستعد روح فيهم للآخر أواحد من هول يعمل رئيس جمهورية خلي يتقطعوا هالأسماء مع كتلة القوات خلي قوات يقولوا ما بدنا هيدا ما بدنا هيدا ما بدنا هيدا خلي قول التيار الوطنين الحر ما بدنا هيدا بدنا هيدا هيدا ما بيقطع بتصير الكتائب المبعر في الأسماء الاشتراكي حركة أمل حزب الله هيدا ثلاث أسماء نقوا منهم عطونا أسماء إذا هنا أسماء من عندكم قد نتقطع يمكن فينا نوسع كمان مروحة الأسماء بس إذا كانت هالأسماء موافق عليها ونشغل عليها قبل معناتها هيدا الأسماء جديرة بأن يصبح أحدها رئيسا للجمهورية وأنا برأيي أنا لو ما أخشى أنه نعمل نحن هلأ حركة جديدة بالساحة السياسية قد لا تتواقق تتوافق مع جهد عربي سابق يكون عم خرب عليه قلت أنا خلينا نهدى يوم يومين لنشوف العرب بمقسمو للتنين إذا حيخوضوا هالتجربة عن جديد ويجوا يكملوها لأنه نحنا إذا ما أخذوها نحنا ملزمين أنه نحنا نركض كل آياتنا نجتمع اثنان اثنان مثل ما قلتلك من كتلة ونروح على انتخاب رئيس وموري نذكر أنه طيران طيران إسرائيل يستهدف مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة طارية قرب بعلبك ويدمره واضح كمان أنه كان في اليوم باليمن كمان غارات كيف قدر يفتح كذا جبهة أنا أدح يجنني أنا نتنياهو يعني كان يحارب أول شيء على جبهة هلأ عم بيحارب محور بالكامل محور بالكامل يعني عم بيحارب على جبهات متعددة فعلا على خمس جبهات مينمو هالجبهات كلها وقدر وطالع معهم يعني وهذا دليل أنه هذا المحور لم يقم متحضرا بال يعني بالكافي يعني بالقدر الكافي لحتى يواجه آلة عسكرية مثل آلة إسرائيل ما بعرف تحضيراتهم كانت منى بالمستوى مع أنه هن سمعونا يعني إسرائيل فاجأت كل أعداء بقدرات برجحية تكنولوجية مخيفة أنت عم تتخيل شو عم بيصير كيف عم يعرفوا وين هيدا موجود وين هيدا موجود ووسطه آخر شيء لشخص الأمين العام يعني اللي بديم دايما هو يعني حذر جدا بتحركاته لوحده بيكفي أو كمان في عملة إلى داخل الحزب أكيد في خرق حزب الله بيعرف وحركة أمل بيعرف تعرف أنه هناك خرق استخباراته إنساني يعني بمعنى الإنسان أكيد تقدروا يحددوا أسماء أشخاص ما من نعرفهم بس أكيد وصولنا هذه التكنولوجيا تتفوق التكنولوجيا الإسرائيل سبب أساسي بتدهور المحور بتدهور قوة المحور خلينا نشرح شيء بما أنه معنا شوية وقت حزب الله على مدار الخمسة عشر سنة الماضي من الألفان وستة أو من الألفان وثماني لليوم عم بيحضر لمعركة مع إسرائيل كي عم بيحضر لكي بالقالة العسكرية عم بيحضر صوريخ وعم بيحضر وكان مشغول كمان بسوريا نشغل بسوريا بس ضل عم يشتغل على المحور اللبناني أكيد كان عم بيحضر مراجزه وقالله ما بتحضره أولو بنهار ونهارين وثنين وثنتين هيدا هيدا الأنفاء والصواريخ البعيدة المدى والعمل واللجسط الخيالي اللي صار من من بعد حرب سوريا إذا بدك لليوم هيدا شيء كتير كبير بس حزب الله كان مركز على شيء اسمه العمل العسكري شو صار والأمنة أكيد شو اللي صار بعد ما إسرائيل كان شو عم تعمل عم تتطور بمكان آخر عم بتلم داتا كلها الناس وعم بتحط عندها وعم بتقاطع معلوماتها على على السيستم وعم تعرف كل حدا كيف عم يتحرك لك صارت تعرف هده شو وين بروق عبكرة وكيف بتصرف وين بيشتري الغراضه من أي دكان صارت القصة عن إسرائيل مكشوفة تماما يعني انكشف الحزب تماما بتحركاته وبعناصره وبكوادره الأمنية والعسكرية هالتكنولوجيا كشفته لما صارت الأزمة وبدأ وبدأ الحرب ديانا لما بدأ الحرب صارت حسب الله ما نفعته لسبب أنه تكنولوجيا الإسرائيلية قدرت ضربة جهاز الأمن مثل ما قلتلك ومن بعد يوم فوقات شكر قامت ضربة فوهات الراجمات الصواريخ اللي كانت بدأت ضرب فيها إسرائيل ما قدرنا طلعنا صواريخ ما اللي سرنا 15 سنة عم نشتغل عليهم صواريخ والجهد العسكري بطل قيمة قدام قدام التكنولوجيا المتطولة تاعت إسرائيل يعني بالنسبة للموضوع اللي حكي في صبح استهداف العدو الإسرائيلي للطاقة من الطبي لحزب الله يعني واضح أنه ما عنده حتى إنسانية بموضوع يريد تدمير جميع يعني كل شي إله علاقة بتجربة تغزي أصبحت واضحة على العيان يعني الكل اللي صار يعرف أنه العدو الإسرائيلي ما عنده حدود بالمواجهة يعني بروح لأبعد ما يكون بيقتل مدني بيدمر بيوت فوق سيكيننا بيدرب الطاقم الطبي كله لأنه خلص هذه التجربة أصبحت مرسخة في عقيدته العسكري وبأكتير فهمين ما كتير فرقاني معه إذا كان بيقتل اليوم بلبنان عشرين واحد من الطاقم الطبي التابع للهيئة الصحية أصبح هذا هيد طريقته بالتعاطي وهذا طريقته بيشن المعارك والحروب منهجية أخذت علمها ومشيت ومحدة قالوا ليش وكمل فيها سواضح أيضا أنه برأيك كمان التدمير اللي عم بيصير بالضحية الجنوبية هو مظبوط في أملاك خاصة أو مخازن أسلحة لحزب الله أم هو عشوائي يريد جعل الضحية أرض الحقيقة إذا بدك كون موضوعي ما كتير فينا نعرف إذا كانت هذه الضربات عم بتطال مراكز مدنية أو مراكز عسكرية بس مثل ما قلتلك الإسرائيلي ما كتير فرقاني معه بيفرق بين الاثنين بيضرب هون وهون بس عندما كان يغتال القادة والشوف ممكن يصيب بطرح مكان لازم يصيد وهلأ راح لمحل أبعد بكتير وصار عم يضرب لا يدمر ما بقى عم يضرب لا لا يغتال ولا لا يصيب بس اللافت أنه الإنزارات اللي عم توصل عند الناس أنه أخلوا هذه المناطق ما عم يعطيهم وقت كافي حتى أنه يخلوا منازلهم يجعي يكسف بأول يوم بأول مرة بأول تجربة موضوع الإخلاق عطى ساعة من بعد غدرهم 22 دقيقة مبارح ما في 13 دقيقة ويستهدف المدنيين وضرب أكيد ما عنده مشكلة أبداً قلتلك الإسرائيلي ما فيك ما فيك تتوقع شو ما عقول يعمل يعني مبارح عطاهم عشد آية يعني ما بلحق الواحد يلبس تيابه وبالتالي صار عم يضرب لا يدمر ولا يقتل أكبر عدد ممكن هيدا تجربة ومنهجية وآداء هو اعتمدوا بغزة ورأي يطبقوا بلبنان طيب بس المستغرب واللي كتير رئيس عم تسأل فيه أنه القيادات قيادات الحزب يعني مبارح إذا كان سيد هاشم صفي الدين موجود بعد اختيال الأمين العام معقول يدلوا عم يجتمعوا لو تحت الأرض بيء الضحية الجنوبية هلأ كتير معقول لأنه الضحية الجنوبية هي المنطقة الأكثر أمانا صراحة وتحصينا لقيادات حزب الله مجرد ما طلعت من الضحية الجنوبية باتجاه أي منطقة في لبنان تصبح مكشوفة كتير قدام استخبارات الإسرائيلية يعني من وساد ومن عناصر وتكنولوجية وإنسانية يعني مشان هيك يفضل كل عناصر الحزب وكوادرها وقياداتها أن تبقى في الضحية الجنوبية هلأ سنعني عرضه حال للخطر هلأ ما بعرف قديش محصن المخبأ اللي كان فيه أستاذ أو السيد صبي الدين بس بعرف أنه قوة الضربة كانت كتير كبيرة وباستطاعتها أنه تخرق مخابئ يمكن أربعين أو خمسين ماتر تحت الأرض يعني واضح أنه ما في الضحية اليوم لم تعد آمنة ومحصنة أمام التقدم العسكري المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لأسرائيل لم تعد هلأ بدي كتقليلي شو لازم يصير شو بدي يعملوا عناصر حزب الله وكوادرها أنا برأي هذه مرحلة بجنوب ما عندهم حل إلا أن يقوموا بالدفاع عن حدود لبنان وأما في السياسة بالداخل عليهم بسرعة أن يتعاون مع باقي أطياف المجتمع اللبناني من الرئيس مئاتي إلى الرئيس بري لحتى نقدر نصيغ فعلا اتفاق عبر الوسيط الأمريكي لوقفة الأقنار بعض المحللين بيأكدوا أن المطار محيد عن أي ضربة ولكن فيه ناس متخوفة كتير أنه بعد ما يتم إجلاء الرعاية الأجانب يستهدف مطار بيروت وبالتالي الحديث بيصير عن إنشاء مطار آخر يعني هو صار ضرورة بي هلأ اللي بدي أكد لك أنه إسرائيل طلبت وعبر الوسيط أن لا يتم استقدام لا عناصر ولا وسائل عسكرية ولا وسائل تكنولوجية إلى حزب الله عبر مطار بيروت طلبت رسميا وسمعت ومماني أكيد أكيد أشت الطيارة الإيرانية وزهرت تفتل بالثماء هذه عرفناها وكلنا عرفناها ومنع ونطلب مننا أنه ما تنزل حفاظا على سلامة الربان والركاب وحفاظا على سلامة مطار بيروت وبالتالي اقتنعوا الإيرانيين وقرروا ما بقى ينزلوا وانطلب من العراق نفس الشي وفعلا طيران عراقي ما بقى يبعد طيرات وعلى لبنان لهو ولا الإيراني هلأ شوفنا نعمل بعدين أنا برأيي حتى وسمعت أنه حتى يعني شركات طيران الأجنبية لما بتجي على لبنان بتبعت بطريقة إلى لبنان أكيد لتشوف من جاي وبتبعت قطي مننا يمكن على إسرائيل هيك سمعت لحتى تسمح لها تنزل بمطار بيروت طول ما هو ماشي بستاتيك وهيدا معناتها المطار ما بيدربوه ما عنده ما له أهمية عسكرية بنظرهم إلا إذا بدوا يندمروا يرجعوا للمنظومة القديمة المطار معروف أنه كان مسيطر عليها حسب هلا ما عم ينزل طيارات فيه ما عم تنزل طيارات فيه نفس الشي البور نفس الشي معقول يكون في مخازن أسلحة كمان بالمطار لا أنا ما بعتقد أبدا الكلفة وكل عمل وعمل برمات وآخر شي موزير الداخلية مشكور عمل كمان كمان برمي وأكد أنه لا لا سلاح في مطار بيروت ولا مخازن زخيرة ما بي حاجن حتى عندهم مخازن زخيرة كتير لماذا بدي حطوا بالمطار بهالطريقة المكشوفة ممكن تيجي طيارة بقلباش بيت أشي بس السلاح عدل كبير ما بيجي بالطيارات بيجي بعض الأدوات بعض البوردات تكالي كالي فيها هايتك لحتى يستعمل بسناعة صواريخ بس أنه هاي بتفوت بتطلع تشفت تسنيئة بالمطار مقلا مقلا معنى بس اللي بقولوا أنه مطار بيروت إلى حد اللحظة محمي وبرأي فيه ضغط دولة على إسرائيل أن لا تدمر أن لا تدمر مطار بيروت بس فيه الأمريكاني كتير بمشكلتهم مع إيران هني بحاجته بمشكلتهم هلا بيضربوا إيران بدهم يضربوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا ما معهم حماية أو غطاء أمريكي هيكون الأمور صعبة كتير عليهم وبالتالي هني بحاجة أمريكا وأمريكا تديرهم شوية عن لبنان وخاصة بمرافق الحاول الحيوية نظرا لما لما لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية تب رأيك الهدوء الغراط على الضاحية اليوم من بعد الظهر سبب وجود وزير الخارجية الإيراني بلبنان لا شك أنه لما بيجي وزير الخارجية الإيراني بظل هذه الأزمة الكبيرة أكيد هو من السأة نزل بمطار بيروت بعدنا عم نحكي يعني أكيد هو من السأة وإخذ الضوء أخضر أمريكي أو فرنسي لا أعرف كيف ركبت هذا التنصيق بس بعد أنه نزل لهم نزل لهون وهديت الأمور لحتى يفتحوا مجال أمام إيجاد أو خلق حلول لوقف هذه الجبهة لأنه نحنا لا نحنا قادرين ولا نحنا بدنا إياها الحال قريب برأيك أتمنى أن يكون قريبا بس أنا نتنياهو يعني عايش نابي بأزمة غزة كل مرة نوصل لأتفاق تتذكري ويرجع بيقول هو أنه أو بيغير بشروطه الآن غير بموضوع النفط كمان وبيحق الكريش أقلتلك ليش بقلك أنا لازم لاجم المقاومة تبقى بالجنوب لأنه قلتلك بكرة حنخلص من كريش وحنجي على حدود الليطاني وحنصير على حدود الأولة وحنصير بدنا نشوف الحاكم العسكري لأننا ننتخب رئيس جمهورية مشان يكيب ألكن خلينا شباي يمكن أن يختلف مع حزب الله بكتير بأمور السياسية بس هنجل نحافظ بها اللحظة على هذا الكين هل هو سيستطيع الصمود مع استمرار والله ما نبيني لأهلأ بس هننا معاودين على هيدا هيدا أرضا مثل ما بيقولوا أو هيدا ملعبا بس هيدا أول مرة يستهدف بهيدا الطريقة بيقدروا ما بحرف قداش فيهم يصمدوا بس هنجي إصرار من الكبال الإسرائيلي على تدميره هذا الإصرار مقابيله كمان إصرار بالمقاومة من هاي العناصر أتمنى يعني أنا ما فيني إيسا عسكريا بيوم بيومين بدأت أخذ لقصة أسبوع وأسبوعين ليبين معك هل فعلا حزب الله سيصمد أمام هذا التوغل العنيف والعدواني من إسرائيل توليوم الواضح كمان أنه في كتير ناس خايفة من الحرب سافرت وصاركت لبنان حتى في اللي ما قادر يسافر نزح باتجاه سوريا كمان مع النسحين لرجعوا على بلدهم ولكن تم قصف طريق المصنع اليوم وبعتقد ما في مجال السيارة لكنا نحكي عننا هلأ هاي الإشارة مدام ديانا هي الإشارة نحكي معنا مطار بيروت وعلى البور مطار بيروت بركة يمكن طبقوا الشروط لأنه اللي بيطبقها هني الشركات الطيران الأجنبية أنه بيبعطوا له المانيفاست يقولوا له في جاي يا اوكي نحن ما منعرف فيها موامضين أيون اوكي تنزل الطيارة وبالتالي حافظوا على مطار بيروت الطريق المصنع يعني الجيش الليبناني عم يقوم بجهده كامل لحتى يمنع تسلل الأليات العسكرية والعناصر والوسائل القتالية وهذا كل الكلام يطلبطه إسرائيل لحتى يترك هذا المعبر مفتوح بس اليوم واضح أنه صار شي من يومين ثلاثة تم ضرب مركز حد المصنع فيه مسؤولين للحزب وبالتالي إسرائيل رجعت عملت تبعت إشارة كبيرة وقاسية اليوم أنه سكرت هذا الطريق سكرته بطريقة أكيد مدمرة وبالتالي بده كم يوم لحتى يرجعوا يعيدوا فتحوا بس هيدة إشارة أنه ما تستعملوا إلى الأغراض مدنية طيب برأيك اليوم السوري شيل إيده من حزب الله نهائيا أنا يعني صراحة ما سمعت شي من بدء الحرب من بدء الحرب إلا إلا أنه سمعت رثاء للسيد نصر الله بعد يومين من من اغتياله بعد يومين رثته الجمهورية أو المكتب الجمهوري يسموه بأصر الشام اللي صار أنه ما كتير يعني حيضوا نفسهم عن الأزمة بيعرفوا تبعاتها وأكيد إجتوا النصيحة أنه خليكم بعيدا عن معركة المحور وهن أخذوا بهذه النصيحة وواضح يعني لأنه ما عد طلع شي من سوريا وبالعكس عناصر حزب الله وكوادرع عم بيصطادوا بسوريا يعني يعني مكشوفين بشكل كل كمان سوريا عم بيشارك أيضا تسليم قياديين ما بقدر بس الأكيد أنه الخرق الاستخباراتي موجود بكل مكان مش مثل مثل ما بلبنان أكيد كمان بسوريا هناك خرق استخباراتي وأكيد تعرفي اليوم التقديمات يقدم المساد يمكن بتفوق قدرة السوريين اليوم بظل هذا الظرف العاطل الاقتصادي العاطل على الصمود بوجهه وبالتالي بيقدر يخرق ومما بده يوم عنده موارد كودر أد ما بدك من العناصر الإجرامية يعني كعملاء لجانب أنتو اليوم وين ككتلة ومعين تنسقوا من الكتلة النيابية لا يعني الضغط من أجل فتح مجلس النواب نحنا موجودين ونحنا قراب من الكل هذا ما يميز لأنه نحنا بقينا بالوسط بقى تميزنا عن غيرنا ولم نصطف وراء أي محور لم مرحنا على اليمين المسيحي ولا نحنا على محور الممانعة ضلينا بالنص وبالتالي نحنا قراب من الكل يعني أنا زبد حبي اللي أنا فيني التقي من دون يعني أي مشكلة مع أي كتلة سياسية أو أي فرد بالمجلس النواب لي مش أصحاب مع الرئيس بري أنا مش أصحاب بمعنا أنا ما بروفوك اليوم بس أنا كتلة الرئيس رائعة شخصية طيبة و يعني حتى فريدي بأفكار كمان فينا نتواصل معه كل كل هلأ بها الزرح تتواصل مع حدا الحقيقة إيه نحن نتواصل كل يوم بعد يوم عنا لقاء مع مجموعة من جماعة الحزب جماعة الحزب كانوا برات السماعة هلأ طلوا على السماعة من يومين يومين ثلاثة شفتنا على التلفزيون أنا حكيت مع حدا شفت مع التلفزيون يتمنى شوية طلعوا الظاهر يعني أنه صار فينا نتواصل مع هن زف الشي لازم نعم له بدنا نعم له مع الهرم وأكيد هون النواب الموجودة بمثله هنجرب نتواصل مع هلا بس بعد أنه أولويات غير محل هلا نحن خلينا شوي بما أنه هن فوضين الرئيس بري يظل الرئيس بري هو هو اللي بالصورة لحتى نقدر نبلور هذا الاتفاق نبلور من خلاله من خلال هذا التواصل اتفاق في سبيل انتخاب رئيس جمهور الكتلة المسيحية أقرب إلى القوات ولا أنا بشوف اتنان شوبران بس اتنان شوف الوزير بسيل دائما وبسوف شوف كمان كل أعضاء يعني أكتريتهم أكتريت قوات لبنانية أعضاء أعضاء القتلة النيابية للقوات لبنانية كلهم كمان بلدي وماني بلعكس صحبة جدا ومننسق بكتير محلات التغييريين هلأ حنا عنا بدنا نشوف أسبوع الجاي لتأكي فيهم أكيد على كلهم على حدة لأنه كل حدا صار لوحده بلد من المراوحة الرئاسية ونروح على انتاج هذا الرئيس مرحباً. أنا برأي بسرعة. قلتلك هذه الأسبوع الجاي سيكون مفصلة بموضوع مش بموضوع انتخاب الرئيس. بموضوع التأكد أنه فعلاً هناك نواية طيبة بموضوع انتخاب الرئيس جمهوري للبناء. ما تنفع النواية؟ النواية خلص أهم شيء أهم شيء نكون ناوي أنا أنه تسهل موضوع انتخاب الرئيس. أنا إذا أريد أن تسهل ما أنت خلص صار في رئيسي. الأسماء يطيب آخر شيء يمتعطع على واحد. متفاقل. دائماً أقل شيء نقدر نعمله أنه نتفاقل بموضوع الرئيسي. لأنه ما فينا نتفاقل أي مجال تاني اليوم. الحرب موجودة والقدل والدمار والنزوح. بقى أقله موضوع الرئيسي. لازم نقول للبنانيين أنه نحنا على وشك أن نتفق على صيغة لإنتاج هذا الرئيس. متفاقل بس في كمان النواب الجدد. أنهم لا يجتمعون بين بعضهم ولا حتى أنهم متفاقين بين بعضهم كمان. كيف تنسق معهم؟ أي شيء تتمنون. النواب اللي تلعوا بي. تغير. نحن نلتقي مثل ما قلت لك إن تقسموا ثلاثة ستة. نلتقي بأول مجموعة. مجموعة. الآن نلتقي بوضحه ماركو ودويهي خينة وعزيزة علينا. وأكيد نحن كنا نلتقي كمان مع النائب. نتفاق اسمه. نحن كنا نلتقي معهم دائما وعما نسق سوا ما وقفنا. نعيد هذا اللقاء وحتى كمان عنا مسألتين مسألة الرئاسة ومسألة انتخاب اللجان وانتخاب أعضاء هيئة المجلس. لدينا شغل بنا نعمله. لازم أكيد كتلة صيدة. نحن دائما نلتقيها وكان نلتقي معهم فينا نلتقيهم. ما عنا مشكلة باللقاء مع أي حدا. كنا دائما نلتقي ونلتقي في لقاءات ثنائية وحتى ثلاثية. ثلاث كتل مع بعضنا نلتقي فيهم ونحكي بكثير من الأمور ونتفق عليها. بس للأسف ما كان هناك مش تطبيق ما كان هناك مجال. لأنه كل ما نتفق على شيء كان مجلس النيابة يكون معطل أو أو مسكر. بس كنا نتفق على بعض المواضيع يمكن لدخلها ببعض المشاريع الأوانين. بس بمواضيع الأساسية يلي هي انتخاب رئيس الجمهورية هذا الموضوع مش بس عنا. وبالتالي تطبيق ما اتفقنا عليه ما رح يوصل. يعني الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة قبل ما يكون عنده الاسم وأنه الكل مستفق عليه. الرئيس بري لأخر لقاء كان رسالته واضحة. عم بيقول إنه أنا بدي توافق محلي داخلي من كتال السياسية دون إملاءات خارجية وذا الشي. يعني رح يفتح المجلس على الفاضي. لا وبدو مينموم هون هون الترك. هون 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 ٨٥ أو ٨٦. بس يأمنون بي دار الجنسي. وانا أتمنوا لي ٨٦ نائب بفتح المجلس وبانتقيه برئيس. وأنا أخيي. أتخلى عن أنه يكون المرشح حريب مني وأتخلى عن فكرة الحوار اللي كنت طالبا وهذا الشيء من ميلي بسهل بس من ميلي تاني مولك ال85 هيده بده جهد كبير بده جهدي كبير لأنه تلقى 86 واحد على اسم أو اسمين لحتى ندخل فيهم إلى المجلس النيابي بس أنه لا شك أنه اللي عمد الرئيس بره قرب المسافات ما بعدها وبالنسبة لقائد الشيش كمان بده أكتر ستة وطنين هؤل هل 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 تلتين عضاء المجلس بيجو بصوت للرئيس مت مصارع أيام مشال سليمان وبيقولوا أنه بحطوا بالمحضر أنه 86 واحد صوت لقائد الجيش وبالتالي صغطت قصة تعديل تعديل الدستور لأنه ستة وطنين هنزيتهم فيهم يعدل الدستور لو بدهم قبل ما ينتخبوا رئيس جمهوري ما تعديل لأنه بحاجة لثلتين عضاء المجلس نائب عن بيروت نبيل بدر بدأ أشكرك لوجودك معنا وبدأ لك يعطيك العافية كمان على الجود اللي عم تقوموا فيها ببيروت على أمل يعني أنه تنتهي الأزمة بسرعة ولا تقدر بيروت تستوعب هالكم الهائل من السكان اللي صار مقتز إن شاء الله نقدر إن شاء الله مطول لحتى ضل وجنا أبيض شكرا لألك مشاهدينا تابعونا بالنشراء المسائي بعد قليل تابعونا بالنشراء المسائل 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 اشتركوا في القناة